والآن إلى الخليج أونلاين. مباحثات عسكرية سعودية أمريكية رفيعة في الرياض. بحث قادة عسكريون سعوديون مع نظرائهم الأمريكيين العلاقات العسكرية والأمنية بين بلدهم وسبل تعزيز التعاون في المجالات المشتركة. وفق ما أوردت وزارة الدفاع السعودية مساء الأحد. استقبل قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي في الرياض. قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية. قائد الأسطول الخامس الأمريكي. والقوات البحرية المشتركة الفريق برات كوبر. تأتي هذه اللقاءات رغم الفطور الذي يصيب العلاقة الأمريكية السعودية بعد غضب واشنطن من قرار تحالف أبيك بلاس الذي تقوده الرياض بخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا بدءا من نوفمبر الماضي. لكن واشنطن أكدت في أكثر من مناسبة أنها حريصة على الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن. أيضا كتبت الخليج أونلاين وفاة سعودي ثاني في أنطاقيا جراء الزلزال المدمر. سجلت المملكة العربية السعودية ثاني حالة وفاة لمواطن سعودي في زلزال تركيا بعد العثور على جثة الشاب حمزة الصفواني الذي توفي تحت أنقاض إحدى البنايات بمدينة أنطاقيا. والشاب المتوفى تعود أصوله إلى مدينة صفوي بمحافظة القطيف وهو من أبن سعودي وأم سورية. وأوضح والده مصطفى الصفواني أن حمزة لم تسعفه الظروف لإكمال إجراءات حصوله على الهوية لتواجده سابقا في سوريا ومن ثم انتقاله لاحقا إلى تركيا. مبينا أنه كان يعيش مع والدته السورية داخل سوريا لكن القدر حرمه منها بعد سقوط قذيفة على منزل الأسرة. أضاف الوالد بعدها حاولت أن أعيده إلى أرض الوطن والقيام بالإجراءات اللازمة كافة لدخوله السعودية. ولذلك طلبت منه الانتقال مع خاله وجدته لأمه إلى أنطاقيا حتى الانتهاء من إجراءات الأوراق الثبوتية. والآن ننتقل إلى المدينة أونلاين التي كتبت في إطار رؤيات 2030. المملكة تعود للفضاء بإرسال رائدة ورائدة فضاء لمحطة الفضاء الدولية. أعلنت المملكة اليوم عن إرسال أول رائدة فضاء سعودية ورائدة فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام 2023. حيث ستلتحق رائدة الفضاء ورائد الفضاء السعوديان ريانا برناوي وعلي القراني إلى طاقم مهمة AX2 الفضائية. بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية. والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته العالمية. وعالميا والإسهام في الأبحاث العلمية التي تصب في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولوية. مثل الصحة والاستدامة وتقنية الفضاء. مضحة أن الرحلة العلمية ستنطلق من الولايات المتحدة الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية. مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن تدريبة رائدة وراءة فضاء آخرين على جميع متطلبات المهمة. وهما مريم فردوس وعلي الغامدي. يأتي برنامج رواد الفضاء بالتعاون مع مجموعة من الجهات. في مقدمها وزارة الدفاع ووزارة الرياضة وهيئة الطيران المدني. ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. بالإضافة إلى شركة أكسيوم سبيس المختصة في رحلات الفضاء المأهولة. وتطوير البناء التحتية الفضائية في الولايات المتحدة الأمريكية. بهذا نأتي إلى ختام أخبار المملكة العربية السعودية. لهذا اليوم الثالث عشر من شباط فبراير 2023. إلى اللقاء.